وحول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية القادمة عن قرب أوضح حمزة أنه تم فتح المجال لهذه المؤسسات للمشاركة في الاستحاق الانتخابي القادم وصلة لما تم العمل به في الانتخابات السابقة إيمانا من سياسة مملكة البحرين وإيمانا من اللجنة العليا في أشراك المجتمع المدني في المراقبة وتأكيد دورهم وفعالية دورهم وهذا اللي حدث بالفعل ابتداء من ذلك الأمر اللي بدأنا في 2006 فمواصلة لهذا الموضوع تم فتح الباب لهم ويكون الباب مفتوح لهم على أساس التقديم لطلباتهم لغاية تاريخ 5-11 ووجدنا أيضا أنه في عدد من الجمعيات اللي راجعوا وزارة العدل بالتحليف الطابق الثالث ووزارة العدل المكان المخصص لتلقي هذه الطلبات وكان في استفسارات يبشر بخير الموضوع أنه في ناس عندها حرص من المجتمع المدني أنه يتب تشارك في العملية وفي النهاية يتب تبرز دورها